بيربوهم بأفغانستان دواعي شرني وصغاري بيكبر بيصير داعش محمد رمضان عم يغني أغاني اعتداعا يعني ظلما وعدوانا على الغناء بس مهم نمي موهبته للولد إذا ما كان عنده حس الفنان بيصير إرهابه اليوم إذا بنعمل جردة موسيقية شو بيطلع معك عربيا لبنانيا وسوريا خيال نحكي كمان بالجانب السوري موسيقى مطربين وفنانين نحن بشكل عام اليوم الإنتاج الموسيقي والغنائي ضعيف يعني ما فيني أنا أقول أنه ممتاز حالته أحيانا جيد أحيانا دودا جيد لما تتفوق أغنية بسيطة مثل غزالة ريئة ولا مثل تلت دقات وكل فترة بيطلع غنية بتضرب لأنه من القحة الموجود يعني بالزمان كانت أنت بسنة وحدة عبد الحليم يطرق لك غنية بلي خمدي يوم وردة تطلع غنية يردوا عبارت فايزة أحمد نقمة ياد الحناو من بيروت ودي عصافي من مير ودي عصافي من بيروت عبدو عبدو كالي من المغرب كل مطرب ببلد ويطلع غنية محمد عبدو طلال مداح كل واحد عم يطلع عمل حلو أحلم تاني ونحن عم نستمتع في 10-15 غنية بالسنة كل واحدة أحلم من التاني اليوم شو عم تستمتع عندي تسمع الغنية ثلاثة يام وبعد ثلاثة يام بتروح محدا بيسمعها بعود لأنه أصلا جملتها مملة ورتيبة ومعادة تلبي زوءك مين المسؤول اليوم؟ كاتب ملحن شركة إنتاج أو المطرب نفسه؟ الإعلام الإعلام هو أساس نجاح الفنانين يعني اليوم إذا ما بيطلع فيه إعلاميين محترمين يكتبوا عن الأعمال الحلو ويبروزوها بالصحافة بالإذاعة بالتلفزيون بكل الوسائل الإعلام ما بتتعود أذن الجمهور على العمل الحلو بيصير الكاسات هو يتحكم يعني الكاسات أخذ دور الإعلام هلأ عم يخذ اليوتيوب أخذ دور الإعلام صار العالم عم يشتلقى غزارة من الأعمال الإلكترونية التقنية وقلت المواهب أنا سألت عبدوهاب بأحد أسئلتي إنه ليه ما عدنا عم تشوف عظمة ومواهب إنه ما أصلك الخمسة واثمانين كان بلشت تنخفض المساب فقالي الزمن يرتاح بين فترة وأخرى عن إنجاب العظماء يعني قلت أنا إيه مزبوط نرجع للستينات والسبعينات مين بالعالم كان مشاهير كل العالم المشاهير نعرفهم سياسيين وفننين وسينمائيين ومغنين نعرف في أمريكا فرانك سيناترا خيم نعرف مايكل جاكسون هلأ 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 مين نجم أمريكا؟ مايكل جاكسون طب ما طلع بعد منه حدا؟ طيب كنت أنا أعرف اسمع بأحمد سوكارنو رئيس أندونيسيا واسمع بالماريشال تيتو رئيس يغوسلابيا واسمع بباتريس لومومبا رئيس الكونجو هلأ ما بتعرف؟ واسمع بجمال عبد الناصر رئيس مصر واسمع بالملك إحسان ملك الأردن واسمع بشارل دي جور رئيس فرنسا مين هلأ؟ مين رئيس الكونجو؟ باسمع بسينجو رئيس السينجال وقوف ويت بوانيه رئيس كونديفوار ساحل العاش هيقل لي هلأ هلأ هلأ؟ معقول السوشال ميديا هي أثرت سلبا على أنه مفروض يتأثل إجابة لأنه زمان لا يوصل عندك اسم يعني محصور يابق إزاعدك يا بتلفزيونك أو جريدة اليوم في مليون اليوم إذا واحد عطس بالكونجو مفروض على السوشال ميديا أنت بتعرف وتشوفوا عبيعطوا صورة تصوتوا صورة وينهم طيب؟ معناها الإعلام الزائد صار أسوأ من الناقص لأنه ما بقى فيه ناس متفوقين يعني الزمن فعلا يرتاح عن إنجاب العظماء بسكلوا ارتاحوا وريح كم بيرتاح أداوش وبرتاح يوم بيرتاح عشرين خمسين مئت سنة الله بيعرف أن دا حتى بالفن ام كالتوم وعبدالوهاب وفريد لأطرش وعبدالحليم اليوم مين؟ مين نجم مصر؟ مين نجم مصر اليوم الأول؟ في نجمات ونجوم نجم مصر بالغناء اليوم الأول اللي عم يغني وأغنيه ضاربي وهي حسن شاكوش حسن شاكوش محمد رمضان محمد رمضان عم يغني أغاني اعتداءا يعني ظلما وعدوانا على الغناء وهو عامل نجومية يعني في عمر دياب اليوم بنفسه حسن شاكوش ما فيحق اللون وين كان طيح حدا بديق يقدم المنتج طبعا مخيب الستينات كان في عبدالحليم ونجاة وفايزة ووردة عشرات الأسماء ام مم هاي صف الأول عم عم نحكي بالتاني ياللي هو إبراهيم حمودة قبل منون وعبل عزيز محمود وعبل غني السيد ومنيت للمهدية وإلي يولي جيل قبل كلها أسامي كانت طالعة وإلى شهرتها وإلى وجودها وتاريخها وأرشيفها موجودة وأغاني بالطير العقل بارح أنا هيك سلطنت على مقت على إبراهيم حمودة بعدتوا لشاب صاحبي صرخ قال لي الله 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 عم ذكروا بغنية عالم ناسينا ومعارفينها ليش الأعلام ما بيزيعها الغناء طب ما العقل ليش فيروز بعد العائشة مش لأنه الإزاعات بيزيعوا لأغانيها لما الإعلام ظل مهتم بفيروز بعدها فيروز العالم بتحبها معناها أنت ربيت الجيل على الأذن هون تفهم اللعبة لما بنتي أنا اللي عمرها 20 سنة بتحب فيروز لأنه كيف ما برمت بالإزاعات عم تسمع فيروز يعني هي أنا رجلش تعاصل فيروز بس أما براجلش عحسن شاكوش عم تتعود وتصير عحسن شاكوش مثل هيدا اللي حكينا فيه هلأ بالسياسي لما قلنا بيربوهم بأفغانستان دواعش إني وصغاري بيكبر بيصير داعشي محترف ربي الأذن العربية على الموسيقى الحلوة وين ساعة الموسيقى بالمدرسة عنا بالعالم العربي ما بقى فيه ساعة موسيقى صارت فراغ بيطلعون برا ليش ما بيجي استاذ الموسيقى بيعلمون شو كان يغني عبدالوهاب وعبدالحليم ووردة وفيروز حدا بيقل لك خيو تراث صاروا قديمين بس معناها نحن مسؤولين الإعلام مسؤول وزارة التربية مسؤولة الوزير السقافي مسؤول الفنون الجميلة الدولة كلها مسؤولة عم تهمل هذا الأمور كان فيه ساعة رسم نحن وصغار يعلمونا نرسم طلع من عنا عشرة مواهب كبيرة وعشرة ما رسموا وردة ومزهرية وبعدين بطلوا وفيه كان ناس طلعوا موسيقيين وعشرة ما عملوا موسيقيين معناها هن ربوا ونموا هذه المواهب أنا بمدرستي لما كنت ولد بالسرتيفكات كنت أعرف عبدالوهاب شو عمل غنية اليوم وعبدالحليم شو منزل غنية وقال حام بليغ حمدي ومحمد الموجي وشو الفرق بين محمد الموجي وبليغ حمدي وكيف خالد الأمير إجع عمل غني اسمك كده بيرضو يا أمر كان عمري 11 سنة غناها هني شاكر أنه هاي مين لحنة خالد الأمير أنت يوم تسامع بخالد الأمير أنا ولد كنت أعرف أنه هذا خالد الأمير واحد غير عبدالحليم غير اللي بلحنه له هني عم تتابع الأمور لأنه أنا هي ويتة طب لو نموا لي إياها أنا صرت صحافي وناقد أو يمكن كنت صرت موسيقي أو ملحن ما بعرف بس مهم نمي موهبته للولد عطيه بتربيته فنون إذا ما كان عنده حس الفنان بيصير إرهابة الإنسان بيطبعه الفن بيهزب لك أخلاقك وزوءك بيحببك بالحياة بيحببك بالناس ما بتعود قول أنا بدي موت وموت معي مليون واحد أنت إيه بتصير أنت فيه عندك حس مرهب بترسم بتغني تكتب شعر هيدا عندك مشاعر المشاعر ممكن تصير إرهابي بتصير إنسان مسقف متعلم تبني مجتمعك تبني وطنك حتى لو كنت مهندس أو طبيب أسنان يكون عندك أزو موسيقية تستمتع بالفنون ممكن تكون أنت تستمتع بالفنون وهيدي بحد زيتها موهبة إنك تعرف تستوعب الموسيقى اللي عم تسمعها أو تشوف اللوحة اللي عم تشوفها نحن عم نهمل كتير بها الموضوع مشان هيك أحملنا كلها الأمور موسيقى